أنا هنا لما وقفت على هذه الرواية في ابن سعد لما قالت وَمَنْ خَيْرُ مِنْ أَبِي سَلَمَةٍ أسأل كم من النساء الآن نساء المسلمين اللائئين سئلن عن أزواجهن قالت وَمَنْ خَيْرُ مِنْ فُلَانٍ وَمَنْ خَيْرُ مِنْ فُلَانٍ لماذا هذا مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ المرأة أحيانا قد تنتظر وفاة زوجها قد تنتظر خروجها شحال من واحد الآن يريد أن يأخذ التقاعد نسبي قل لي مرة لا قلس لي فضلت تكترعي غوة لماذا لغياب ما أمر الله تعالى وحكم بوجوده وعاشرهن بالمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله ويقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائين وقد سمعتم عاتكة ترثي الزبير العوام ترثي أبقرها أنا لا أنكر أن كثيرا جدا من النساء إن مات زوجها باكت وولولت وكذا لماذا لهوي المصيبة للفقد قال مرة معاوت بن أبي سفي رضي الله عنه إن الكلب لو اعتدته ففقدته لو وجدتني فقده ألبا مش إنسان ولكن المسألة هي في الاعتياد نحن نسأل عن الاعتياد مع أن هذا موجود في النساء مرة سئلت وكنت حاضرني مرأة عن زوجها فقالت ما تتمناه كل مرأة أظن أنه سيدخل الجنة أولى الداخلين لما يعاملني به ومرة سألتني مرأة عن زوج لها مرض يعني تكاد تجن لذلك الذي نزل بزوجها لأنه كان شديد الرفق بها شديد اللطف بها أيعجز الرجال أن يقال فيهم هكذا يقول ابن ذريد رحمه الله إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وععه كن حديثا حسنا لمن وععه ولكن لمن للأباعد فلان بعيد الذي يرى كمرة في استشهر يقول فلان نعم الرجل والتي تضاجعك تقول بئس الضجيع خياركم خياركم نسائهم هذا مجال التأسي هذا مجال الاقتداء هذا مجال الاستنان برسول الله مرأة يحدثني أحدهم يقول أنا مزوج ربعا دي العيالات ومسكرنا نفضار وحدا وما كانش سكاتل هنا قلت لي أنت ظالم أنت إذن أنت جبار من الجبابرة ما رأسو الله صلى الله عليه وسلم كانوا كل واحدة في بيتها وهذه تترمي القسعة هذه تتهي الرسالة إذا أنت إذا هذا الربعة في دار وحدا وما تتكلموه ما يترى لا تتكلموه رغا تقتلهم ولا شوش غدر لهم وبئسة الرجولية مش هادية الرجولية وذلك كان الحسن بصري رحمه الله يقول زوج ابنتك من تقي من تقي لماذا؟ إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها وإن كرهها لم يظلمها طيب نكمل إن شاء الله في المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين